قبل 21 سنة كانت نكبة العراقيين عندما رأوا مدينة بغداد تسقط بيد الغزو الأمريكي وحلفائه فكان تاريخ التاسع من نيسان عام 2003 بدايتها رحلة طويلة مريرة من صراع الشعب العراقي مع الغزو الأمريكي ومخلفاته الفكرية والسياسية بول بريمر الحاكم الأمريكي يعلن تأسيس عملية سياسية ويرسم خطوطها العريضة تاركا المجال لأحزاب أغلبها موال لإيران لتمسك زمام السلطة وتفرض محاصصة طائفية يدفع العراقيون ثمنها بشكل يومي من جميع نواحي حياتهم أحزاب تجمع بين الطمع الشخصي والعقلية الطائفية والنظر إلى البلاد كأنها غنيمة شخصية دفعتها لتقديم أسوأ نماذج الحكم على مستوى العالم بالفساد المالي وسوء الإدارة ونشر الفوضى وإغراق العراق بأزمات فضلا عن تحويله إلى بؤرة توتر أثرت على الإقليم بشكل عام لكن أخطر ما وجهه العراق كما يرى مراقبون هو انتشار الميليشيات فيه مستفيدة من البيئة الأمنية المضطربة حيث كان لوجودها دور تخريبي كبير لمؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي والإيغالي بدماء العراقيين وملاحقتهم عبر التغيب القسري والاعتقال والخطف والاغتيال من أجل تمرير مشاريع تستهدف التركيبة السكانية أكثر المتفائلين والمراهنين على إصلاح العملية السياسية بعد 21 عاما لم يتوقعوا أن يبلغ بها الفشل هذا المبلغ ووصولها إلى مرحلة اليأس والقصور وكذلك الباحثون في الشأن العراقي أجمعوا على أن مشكلة العراق لا تتعلق بشكل العملية السياسية الحالية وبالأشخاص الذين يدخلون في لعبتها بقدار ما هي متعلقة بمسار هذه العملية السياسية الذي لا يمكن أن يحيد عن الخط المرسوم له أمريكيا وإيرانيا ويقوم على فكرة التدمير الممنهج للعراق شيئا فشيئا ترجمة نانسي قنقر